طبعا الكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى مدبولي دي التصريحات اللي أنا حاسة إن هي مهمة جدا هيا خلينا كده نعقب على بعض يعني ما قاله دكتور مصطفى مدبولي يعني فكرة إنه طبعا طلب السيد الرئيس بإنه لما يكون فيه مشكلة أو أزمة يتم على طول الكلام فيها أو يتم على طول التواصل أو قبل كمان وقوع الأزمة وقبل إنه يكون عندنا مثلا تحديات وعارفين إنه إحنا حيبقى عندنا مشكلة ما في أي موضوع أو في أي أزمة إن كانت لو إنت بدأت وطرحت معلومات وقدمت للمواطن وقلت له إنه هيحصل واحد اتنين تلاتة الدنيا هتبقى مختلفة تماما فإذا كانت الحكومة هتعمل على ده فدي من الأشياء الهمة جدا ودي من الأشياء الجديدة إنه الحكومة يبقى عندها استباق لأي موضوع موضوع التاني برضو أيضا شكرا دكتور مصطفى مدبولي لأنه أعتقد إحنا وعدد من السادة الزملاء المزعين كنا طلبنا يمكن من يعني شهور مضت إنه يكون دايما فيه لقاء وإنه نلتقي بالسادة الوزراء ونلتقي به دكتور مصطفى مدبولي علشان نعرف ما هي التحديات ما هي الأفكار ما هي الأشياء لأنه أيضا الإعلامي يعني يقدم لحضراتكم دايما معلومات أنتم تحتاجون إلى المعلومات ونحن نحتاج المعلومات أيضا كلها كاملة وواضحة ويكون فيه أسئلة عشان نقدر نرجع لحضراتكم بهذه المعلومات ونقدم هذه المعلومات للناس وللشارع ويكون فيه طمأنينة ومكاشفة ومصرحة طول الوقت وتبدأ حالة الحوار فشكرا دكتور مصطفى مدبولي شكرا أنه الحكومة الجديدة تبدأ بإيه هذه الحالة من المكاشفة مع البداية أعتقد كمان أنه لقاء يبقى موجود زي ما ذكر دكتور مصطفى مدبولي لقاء كل شهر ويكون فيه كل الموضوعات المطروحة يكون فيه طبعا السادة المفكرين وأيضا الإعلاميين أو المثقفين ويبقى ده حوار نقدر جميعا نستفيد به أعتقد كده إحنا بنجاوب على أننا أمام تحدي جديد أمام حكومة تفكر وتتواصل بشكل كبير منذ الساعات الأولى مع المواطنين طيب من ضمن أيضا التصريحات الهمة كان حديث سيد رئيس الوزراء حول أيضا استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأهمية التنمية البشرية والصناعة وده طبعا شيء كان مهم جدا في الحكومة الجديدة وده كمان حيعكس اهتمام الدولة في الفترة القادمة بملف الصناعة إحنا كلنا عارفين أنه في الأزمات اللي كنا موجودين فيها أنه ما عندناش خيار أنك تزيد من موارد الدولة بأنك تشتغل وتبقى حركة الصناعة والمكان تبقى موجودة بشكل كبير لأنه ده حينقل مصر نقلة تانية خالص